أسعد الله وأوقاتكم بكل خير نشرة الأخبار تهتكم في قناة الكود الفضائية قدمت قيادة عاصفة الحزم جردة عسكرية بالدربات الجوية اليوم والليلة الماضية وقالت إنها شنت 130 غارة جوية تركزت غالبيتها في محافظة سعدة واستهدفت 17 مركزا سياسيا وإعلاميا تابعا لحركة أنصار الله هذه القائمة أكدتها الحركة وأوضحت أن الطيران دمر منازل لشخصيات سياسية وإعلامية واستهدف مؤسسات دينية وثقافية مثل مسجد الإمام الهادي الذي يضم ضريح مؤسس الدولة الزيدية في وسط صعدة القديمة وهو بناء يعود إلى سنة 300 للهجرة الدربات الجوية التي أكدت الرياض أنها لا تزال متواصلة وجددت إنذاراتها للسكان ودعتهم إلى نزوح عن منازلهم في صعدة ومران وقالت قيادة العاصفة أنها تقوم بتجديد بنك الأهداف بشكل مستمر ويهدف إلى القضاء على القيادات اليمنية المناهدة للرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي الذي التقى اليوم بمندوب الأمم المتحدة في مقره بالرياضة وبحث معه في مراحل تطبيق وقف إطلاق النار ابتداء من عصر يوم ثلاثاء المقبل وحضوظ نجاح المؤتمر الذي دعا إليه هادي في الإنعقاد بالعاصمة السعودية في السابع عشر من الشهر الجاري ووسط تعتيم على كيفية تنفيذ وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية الغموض الذي يلف الحل السياسي خرج تقرير استخبارتي الأمريكي في تقييم هو الأبرز لعاصفة الحزم وقال إنها تسببت بصداع لوجستي كونها تستخدم القوة العسكرية ضد الخصم لإجباره على تقديم تنازلات سياسية في أي مفاوضات مقبلة وأعطى التقرير أفضلية عسكرية للسعودية لكنه أكد أن استمرار الحرب قد يتسبب بانتقال صداع نفسه إلى السعودية اشتركوا في القناة